النهاردة هنجاوب على سؤال مهم اوي والسؤال ده هو بيلعب الدور الفايصل في موضوع كبير جدا وهو موضوع الشركات النشأة او هو الفكرة اللي معايا دي هي فكرة حلوة ولا وحشة? طب هو ايه تعريف الفكرة الحلوة والوحشة? وازاي انك تعرف ازا كان فكرتك دي فكرة كويسة او فكرة تعبانة او فكرة دي بتنفعشي او الفكرة دي يعني يجي منها حاجة وتشتغل عليها وتتعب وتحاول تقاوح فيها ولا من اول كده ما توجعش دماغك وما توجعش معك بالقصة دي والفكرة دي واركنها على جنب وشوف لك حاجة تانية تعملها. انا محمد العسل ومن النهاردة هقول لك ومن خبرتي في شفتها كتير بتطلع وشفتها كتير بتقع وشركات حتى من انواعها مختلفة وشركات فاكرة ان هي بس هي مش وانا كنت كلمت قبل كده عن ايه الفارقة من الشركات العادية او الشركات النشأة هي الشركات النشأة فالنهاردة انا هقول لك على ان الشركات او هي شركات مفروضة ان هو هدفها ان هي تطلع بافكار الافكار دي تكون افكار جديدة افكار مختلفة بتحل مشاكل مختلفة او بتعمل حاجة مختلفة فتعالوا نتفرج النهاردة ازاي نحدد ازا كان الفكرة اللي في دماغي دي هي فكرة فعلا تنفع انها تبقى وتبقى وتبقى حاجة كبيرة وتكبر وتعمل حاجة تعمل شوال كويس ولا فكرة تعبانة. وبنانة على الكلام دوت فيه كم معيار كده لما تيجي تفكر في اي فكرة الكم معيار دول هما اللي تقدر دازم تسأل نفسك فيهم يعني تسأل نفسك كده كم سؤال عشان تعرف تحدد فكرتك دي هل هي دي فكرة تنفع ولا ما تنفعش ان هي تبقى ولا احنا نحولها البزنس عادي او لشركة طبيعية عادية ولا ان احنا اصلا نرميها وما لنش دعوة بيها. اول حاجة اننا عشان خطر احدد الفكرة دي نكحة لازم اربطها بثلاث حاجات. الفكرة دي بتحل مشكلة. طيب. بتحل اني من نوع من نوع المشاكل. في المشاكل في مجال التكنولوجيز او حتى في اي بزنس هي في مشكلة في ناحيتين. من وجهة نظري. لقيت ان في مشكلة او يعني نوعين من نوع المشاكل. اول حاجة مشكلة ان احنا عندنا زحمة كبيرة. يعني انا مسلا انا دلوقتي بدور على خدمة معانة او بدور على معلومة معانة عشان اعملها. فانا قدامي كتير متنطورة في كل حتة وما فيش حد مجمع علي في مكان واحد. يا اما انا عندي حد ما جمع علي كتير في مكان واحد. بس ما فيش واحد متخصص يديني الحاجة اللي انا عايزها بالزبط. طيب ايه الفرق ما بين اللي هو بيجمع الليلة كلها في حتة واحدة? ويهي الفرق ما بين اللي هو مسك حتة لوحدها الصغيرة? الفرق هنا في الحاجة التانية اللي بنحدد بها هي الفكرة دي كويسة ولا لأ? وهو حجم الماركت اللي انت بتترجته او حجم السوق اللي بتدور عليه. انت يعني مستهدف سوق او بحجم قدية. في الفكرة اللي هي لو انت عندك واحد لو انت شغال حاجة وبتجمع فانت كده تقدر تقول انت بتتعامل مع ماركت ضخم جدا. لان انت بتجمع اكتر من حاجة في حاجة واحدة. على سبيل مثلا اخد زي مثلا. فهو مجمع لك بيجمع كل انت دلوقتي لو كنت بتفكر تأجر مثلا شقة مسافر مثلا او حتى في مصر. مفكر تأجر شقة مثلا في حتة مثلا بتصيف او حاجة زي كده. فهتعد تدور في خمسين الف مكان عشان خطر تدور على شقة او على حاجة تنفعك او تفيدك. لكن على عكس اير بي ام بي دلوقتي لو انا بدور عايز ادوار على اي مكان في العالم على شقة او استوديو او حتى فيلا او غيره وعايز ان انا احجز فيها فسهل ان انا اخش في مكان واحد ادوار عليها. فده كده مثال واحد بيجمع. وغيرهم طبعا حاجات كتير. امثلة كتير جدا حتى في مجال السياحة برضو غير غير اير بي ام بي حاجة زي حاجة زي وغيرهم في مجالات مختلفة تانية. وفي الاغلب اللي هي بتجمع حاجات كتيرة او بتجمع او بتوفر عليك ان هي بتبقى حاجة اسمها يعني واحدة او مكان واحد انت بتعمل فيه كل او كل حاجات اللي انت عايز تعمل. على عكس لو حد بيتارجت حاجة او حاجة بقى ايه او حاجة محدودة محددة. يعني مسلا لو هنقول مسلا ان انت لو بتدور على استوديوهات على البحر مسلا فهنقول ان انا مسلا هعمل بيزنس مسلا او عامل بتاعتي بتدور حوالين ان انا هبقى اجمد واحد او اكتر واحد عنده في الاستوديوهات اللي طلع البحر بمشكل مباشر او انا مسلا اشتغل على بس فانا كده بدأت امسك واحد او حاجة واحدة من الكبير الطويل دوت وابدأ اكابل فيها. فبالتالي الناس اللي بتدور على ساعتها هتروح تترجي لنا. على عكس ما هتروح تبص في اير بي ام بي اير بي ام بي هتخدش ممكن تلاقي مسلا هتتوه. لكن انا لو انا مسلا باتكلم في فيلا بس. او بتكلم مسلا في اه في مسلا اي حاجة تانية محددة بالزبط. هتلاقي اير بي ام بي دلوقتي مدخل انت لو عايز تحجز مسلا يعني تحجز مسلا اه اي ادفنشر او اي عايز تعملها. فانت ممكن تقول لا طب انا بدل ما اير بي اير بي عنده ده وده 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 طب انا ممكن اخد حتة الادفنشر دي. او حتة السفر لو انا مسلا عايز احجز اكتيفتي او او حاجة اعملها وانا مسافر في مكان انا رايحه. فانا هتكلم في الاكتيفتيز بس. فبقى انا المكان الوحيد في العالم كله اللي بيجمع جميع انواع الاكتيفتيز في كل حتة في العالم. فساعتها انت كده خدت حتة من الماركت او حتة نيتش. حتة محددة واشتغلت عليه. وساعتها بيبقى حجم الماركت بتاعك بيصغر. او حجم التارجيت بتاعك بيصغر. حجم التارجيت. حجم الناس اللي انت بتدور عليهم بيقل شوية. يعني بدل ما اير بي ام بي بيتعامل معا كل الناس اللي بتدور على اي حاجة اللي عايز اجر شقة. اللي عايز اجر فيلا. اللي عايز اجر استوديو. اللي عايز اجر شليعة البحر. اللي بيدور على معانة في مكان معانة عايز يخش فيها ولا عاملها. فانت لأ انت بقى ايه? انت بتقول له بقى انت بتدور على بس انت كده كده مسلا قعد في حتة معانة اوليك وخلاص بتحجز في فندق او حاجات وبتدور على فانا بقى المكان اللي هتلاقي في كل اللي نفسك فيه في عايز تحجز اي خروجة اي حاجة اي بتاع عايز تطلع جبل تنزل من جبل تنزل تعمل تعمل غطس تعمل تعمل مش عارف ايه اي حاجة بقى نفسك فيها تروح تخش في مطاعم تدور على مكان حلوة كل الكلام ده انا هعمله فبالتالي انت كده دي نوعين المشاكل اللي انت بتحلوه واحد بيدور على حاجة محددة ياما واحد بيدور على مكان اللي هلمله الليل بس تبقى عارف ان انت لو الفكرة بتاعتك بتشتغل على اللي بيجمع كل حاجة فساعتها انت عندك فرصة اكبر ان انت يبقى تقدر مستثمرين او ليه عشان خاطر انت ساعتها حجم الماركت او بتاعك بتاعك ضخم جدا لما بتنزل تبقى نيتش شوية بتبقى فرصك في ان انت تستخدم او تدور على المستثمرين الاقل. يعني على سبيل المثال لو انا عملت بلاتفورم زى يوتيوب هو فيديو بلاتفورم كاني اليوتيوب اللي هو بالنس بتحط عليه فيديوهات وبتحط عليه اوديو. يعني انت بتخش على على يوتيوب ممكن تسمع فيديو يعني ممكن تفرج على فيديو. وتسمع اوديو ما يكونش فيه صورة. فطلع حاجة اسم او الحاجة اللي انت haben عبر عن هو مكان بتقدر توليه شبه اليوتيوب بس بس. حاجة كده بتقدر شبه يعني انت بتخش بتلاقي في حلقات وكلام من ده وحاجات زي كده. فبناء على الكلام ده لما تيجي تبص على الفرق. طب ما هو يوتيوب فيه ده وفي ده. طب ايه الفرق من يوتيوب وان انت تتروح لبلاتفورم تاني بيقدم فكرة البودكاست. ان انت هنا خدت الموضوع يعني انت مسكت حاجة واحدة معينة من القصة دي وبدأ تشتغل عليها. فانت بقيت بتاع بودكاست. فانا لو بدور على بودكاست مثلا اللي هو تقدر دول حاجة شبه الراديو يعني. وانا ماشي مسلا في عربية وانا قاعد في حتة وانا كزا. مش هادة تفرج على فيديو فانا عارف ان اخش فين. لو بدور على معلومات معينة هتلاقي بقى في بودكاست مثلا للستارتبس. بودكاست للناس بتوع الانترتيمند. بودكاست للناس بتاعت السفر. فهتلاقي بقى بقى فيه اكتر ايه بقى فيه تخصصية. دول للأسف بيبقى ايه بيبقى حلوين والبيزنس بتاعهم ممكن يبقى ناجح جدا ومفيش اي مشاكل. لكن بيبقى طبعا او مش بيشد والمستثمرين زي حاجة مسلا زي اليوتيوب اللي هو بتسير طبقة عريضة ضخمة جدا. فيديو بقى اللي نفسك فيه هتلاقي موجودة عندنا. طيب. تاني حاجة في فكرة انك تحدد بقى بيحدد ازا كانت الفقر دي كويسة ولا لا. هو حتة انت هجيب الفلوس منين. ما يفعش تطلع بفكرة وتقول فكرة بتاعتي دي جمدة جدا وقوية وهتعمل الشغل عالي جدا وهتسمع وتكسر الدنيا. ومن غير ما تعرف انت هتكسب ازاي. انت ايه الحاجة اللي هتدخلك داخل? لازم تبقى عارف بتاعك او الطريقة اللي انت هتكسب بها هي مبنية باني شكل. محتمد على عمولة محتمد. فيه بقى اه على حسب نوع البزنس بتاعك فيه اساليب كتير انت مثلا حاجة لو زي مسلا اوبر ولا بوكينج دوت كوم ولا كده. بتاخد اللي بيحجز بيروح نسبة للشخص صاحب صاحب العقار ولا صاحب العربية. والشركة بتاخد نسبة. فيه حاجات تانية مسلا يوتيوب حضرت دلوقتي اتنين بتاعه مسلا الاساسي هو الاعلانات. المعالين بيخشوا يعلنوا. وبيقسم الفلوس بتاعته في يوتيوب بياخد جزء. والناس صحاب الفيديوهات اصحاب البيتات اللي حطينه بياخدوا جزء. وعمل جديد دلوقتي هو ان انت ممكن دلوقتي تعمل في مقابل فلوس تدفع عضوية في الشهر على يوتيوب عسان يديلك او امكانات زيادة فمقابل ان انت ايه يشلك الاعلانات مسلا. فساحيتها هو اصبح عنده اتنين فانت لازم تبقى انت عارف نوع بتاعك هيبقى ماشي ازاي. ده لازم يكون مبني بشكل صح ومتأكد منه لان هو بيحدد ازا كده تفكر اني لك حوال لا. ما انتم كرم عندك فكرة قوية بس انت شعر تكسب منها ازاي? هتطلع منها فلوس ازاي? دي حاجة مؤتسة وقال مهم جدا عشان تعرف تكمل. لازم تبقى عارفها تكسب منين وازاي? وتتأكد ان الماك طريقة اللي تكسب بها هي طريقة تنفع فعلا وتشتغل وفعالة. ان انت ما ينفعش مسلا تكون تعمل طريقة في موضل معين في ما يتمشاش مع طبيعة او مع طبيعة المستهلكين. اخر حاجة بتحدد الموضوع بتاع الفكرة دي هتبقى فكرة نكحة ولا لا هو الناس اللي الشغل على الفكرة. مين اللي بيدير الفكرة دي? مين اللي بيدير الفكرة دي وهيلماعها ويطلعها للنور. لازم يكون الفريق اللي بيدير الفكرة دي واللي فاهم الفكرة دي يكون هو قادر ان هو يشتغل عليها صح ويطلعها بالشكل الصحيح. لان انا ممكن يكون عندي فكرة حلوة بس طريقة تقديمها بوزت. طريقة تقديمها غلط. عملت المنتج بتاعي ما هتش عافي يستخدمه. عملت المنتج بتاعي في مشاكل. عملت عندي رزمات داخلية في الوبريشنز. عندي تخبطات داخلية في التيم. ساعتها لو انت بفوض انت هعمل فكرة قوية وطلعها. بتاعي فكرة وبعد. فبناء على الكلام ده الحتة دي بتأثر على جودة الفكرة. لازم يكون الناس اللي اشتغلها على الفكرة هي ناس فهمة هتطلع الفكرة دي ازاي. وبالتالي انا كده لمتلك تلات حاجات تقدر تقول ان هم اساسين في الموضوع ان انت تحدد نوع الفكرة. وتحدد نوع انت شغل على انه بتحل نوع من نوع المشاكل. تاني حاجة بتاعك او الطريقة اللي هتجيب بيها الفلوس هي ماشية ازاي. وتالي اخر حاجة الفريق اللي هيشتغل على الفكرة دي هيطلعها بقاني كيفية. عشان خاطر ممكن تبقى فكرة في دماغك حلوة جدا. تيجي تحطها على الارض. الفريق اللي نفزها والطريقة اللي تنفزت بيها بوزتها وخدرتها فكرة فشلة جدا. فلو حابب الموضوع دوت وحابب الفيديو دوت مستاش طبعا ممكن تعمل او ممكن تدعم القناة عن طريق زرار جوين تحت. واشوفك ان شاء الله على خير مع تعلم معا عسل كل يوم ستو تلات.